السلام عليكم أبناء تلاميذ الصفحة السادس للتداءة درسنا لهذا اليوم من مادة العلوم ماء المجرات صفحة 204 ماء المجرات المجرات هي تجمع هائل من النجوم والغبار والغازات ترتبط معا بقوة جذب متبادلة وتدور المجرات حول مركز مشترك كما تدور الكواكب حول الشمس إذن المجرات أو المجرة هي تجمع هائل من النجوم والغبار والغازات ترتبط معا هذه المجرات ترتبط معا بقوة جذب متبادلة هي تجمع هائل من النجوم والغبار والغازات وهذه النجوم والغبار ترتبط معا بقوة جذب متبادلة وتدور المجرات حول مركز مشترك كما تدور الكواكب حول الشمس إذن تدور المجرات حول مركز مشترك كما تدور الكواكب حول الشمس مجرة درب التبانة وتسمى أيضا درب اللبانة مجرة لولبية تحتوي على 200 إلى 400 مليار نجم هذه المجرة هي مجرة درب التبانة ما هي تعريفها؟ نقول تسمى أيضا درب اللبانة وهي مجرة لولبية تحتوي على 200 أو 400 مليار نجم من ضمنها الشمس من ضمنها مجرد درب التبانة من ضمنها الشمس تدور حول مركزها بسرعة هائلة جدا هذه درب التبانة تدور حول مركزها بسرعة هائلة جدا وهي أحدى أكبر المجرات في الكون هي مجرة درب التبانة والكون ما هو الكون؟ هو الفضاء بكل ما يحتويه من مادة وطاقة الكون هو الفضاء بكل ما يحتويه من مادة وطاقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته